ارتفاع واضح على درجات الحرارة متوقع اعتبارا من يوم السبب تفاصيل وبعد الفاصل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقارية مساء الخير للجميع نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من تقصر عرب نهار اليوم مستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت العام مع سيطرة لأجواء مستقرة بشكل نعم لكن اعتبارا من يوم غد السبت عفوان تقترب من المملكة كتلة هوائية نستطيع أن نصفها بأن دافئة نوعا ما قادمة من القارة الإفريقية عبر الأراضي المصرية نحو منطقة بلاد الشام ستعمل على ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة تفاصيلنا نستعرضها في هذه الخراءة لتوزيع درجات الحرارة متوقعة من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع يوم الجمعة كما ذكرنا استمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام لكن يوم السبت تقترب هذه الكتلة الهوائية الدافئة نوعا ما من القارة الإفريقية عبر الأراضي المصرية نحو منطقة بلاد الشام تعمل على ارتفاعات على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام ويعود الطقس ليصبح معتدل خلال ساعة النهر لكن يستمر بارد خلال ساعة الليل في عموم المناطق مع استمرار للأجواء الرطبة أيضا خلال ساعات الصباح الباكر وأيضا الليل المتأخر التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء بشكل عام مستقرة ما تفرق لبعض الهيوم عشر درجات مئوية أجواء باردة خلال ساعة الليلة المحسوسة تسع درجات مئوية فقط الرطوبة ترتفع لتلامس تسعين بالمئة أما الرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل توقف العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة يوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة مقانة بنهار اليوم الجمعة 21 إلى 12 درجة مئوية ترتفع يوم الأحد تسجل 22 إلى 14 وترتفع بشكل ملموس يوم الاثنين لتسجل 26 درجة مئوية أما الصغرى 15 درجة مئوية التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم السبت نبدأها كالعادة من المنطقة الشمالية عجلون 22 إلى 14 إربية 23 إلى 14 نفس الأجواء والحرارة تقريبا في جراش أما المفرق 21 إلى 10 درجات مئوية منطقة الوسطى نبدأها من البحر الميت 29 إلى 21 درجة مئوية مأدبة 24 إلى 12 البلقاء 23 إلى 15 العاصمة عام 21 إلى 12 والزرقاء 22 إلى 12 درجة مئوية نذهب الآن للكرك مع أجواء صافية بشكل عام 22 إلى 12 الطفيل 20 إلى 13 الشبك 18 إلى 12 معان 21 إلى 13 أما العقبة تلامس درجة حرارة 30 درجة مئوية كحرار العلمة أما الصغرى 20 درجة مئوية نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية أرويشد 20 إلى 10 درجة مئوية مع تفرق البعض الغيوم الصفاوي 22 إلى 8 والأزرق 22 إلى 9 درجة مئوية إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة